أكثر من ألف شخصية من 61 دولة اجتمعوا هنا في لندن والهدف تأمين المبلغ الكفيل بمساعدة أوكرانيا وترميم ما أمكن ترميمه من أضرار الحرب التكلفة باهظة وقدرها 411 مليار دولار بحسب تقديرات البنك الدولي والمفوضية الأوروبية إلى جانب الحكومة الأوكرانية وتقديرات أممية وقد تصل التكلفة بسهولة لما يزيد على تريليون دولار للمساهمة في تعافي البلاد المؤتمر الذي يستمر اليوم غد نجح في أول أيامه بتقديم مساعدات أولية وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار من إجمال 14 مليار دولار فواتير باهظة خلفتها الحرب ومع غياب أي حل سياسيا يلوح في الأفق تزيد الفواتير على الحساب فبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية تحمل كييف اليوم عبء التكلفة العسكرية أيضا مع مضيها قدما فيما أسمته بالهجوم المضاد مسؤول أوكراني سبق أن قال قبل المؤتمر أن أوكرانيا تسعى للحصول على 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من خطة مرشال الخضراء لإعادة بناء اقتصادها ناهيك عن الجانب الإنساني في البلاد فمنذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من فبراير 2022 فر أكثر من ثمانية ملايين شخصا من أوكرانيا باحثين عن الأمان في الخارج بحسب بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن أجبروا على ترك كل شيء وراءهم وبينما يحاول البعض التكيف مع حياتهم الجديدة في مكان بعيد باحثين عن أمان فقدوه في وطنهم يأمل البعض الآخر بالعودة